بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي مشاهدي قناتنا الالي في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الاهلوية وبيت كل الناس هبدأ بالخبر الاهم منذ لحظات الاهلي بيشكر شركة الكرة ويؤكد على تقديره الكامل لجهودها قرر مجلس ادارة النادي الاهلي في اجتماعه مساء اليوم التأكيد على التقدير الكامل للتعاون الذي لقاه مجلس ادارة النادي من جانب الاستاذ يسين منصور رئيس شركة الاهلي لكرة القدم ونائبه المهندس مصطفى فهمي والكابتن علاء عبدالصادق عضو مجلس ادارة الشركة وتوجيه الشكر والتحية اليهم عما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة الماضية للمساهمة الفاعلة في رؤية شاملة لتطوير نشاط كرة القدم وهو الامر الذي يعكس اخلاص ابناء الاهلي وارتباطهم بخدمة ناديهم في اي وقت كما قرر المجلس عرض الاعتذار المقدم من مجلس ادارة الشركة عن عدم الاستمرار في مهمته على الجمعية العمومية عقد دعوتها الاجتماع جمعية عمومية غير عادية للبت في هذا الاعتذار وتشكيل مجلس ادارة جديد ده زي ما قلت لحضراتكم الخبر الاهم خلال الفترة الاخيرة في ناس كل شوق تتكلم على التفاصيل ولكن خلينا اقول لحضرتك هل هناك اختلاف على ان ياسين منصور هو واحد من اكبر الاهلوية او واحد من اكتر الناس اللي بتحب النادي الاهلي لا يوجد اختلاف في هذا الامر المهندس مصطفى فاهمي كابتن علاء عبدالصادق وبالتالي زي ما قال بيان النادي الاهلي كل التحية والتقدير لهذه الاسماء كل التحية والتقدير على فترة فضلت فيها شركة الكرة علشان تطور من الاداء خلال الفترة السابقة ولكن في النهاية تقدمت شركة الكرة باستقالتها وقبلها مجلس ادارة النادي الاهلي وسيتم عرضها على الجمعية العمومية الغير طريقة التي ستكون في الايام بقى او في الشهور القادمة ان شاء الله لكن في النهاية شكرا جزيلا ليسين بي منصور واحد زي ما كنت بتكلم وسأظل اتكلم واحد من ابناء النادي الاهلي الحقيقة ياسين بي منصور ومصطفى فاهمي وكابتن علاء عبدالصادق والمهندس مصطفى فاهمي طبعا كلهم الحقيقة يعني من اولاد النادي الاهلي لما كنت بتكلم قبل كده وبقول ان ياسين بي منصور ده واحد من اساطير الاقتصاد في مصر سيظل دائما ياسين منصور واحد من اساطير الاقتصاد في مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة